صدق أو لا تصدق نارية متوسطة وخفيفة خلاف يرقى بحسب شهود عيان إلى فاجعة أرقت وتؤرق العراق ولزال خبثها متفش في خفايا الجيوب بيد جاهزة على الزناد دون اكتراث لقانون أو سلطة أو روح أما عن تدخل القوات الأمنية وقوات السوات فالنتيجة أدت لاعتقال 105 أشخاص شاركوا في النزاع بحسب جهات أمنية والتي وصفت بأكبر عملية اعتقال تشهدها واسط جرت بنزاع عشائري واحد رفض صاحب المحل من حزبون دينا عنوان نزاع مسلح طاح وتلك أجراص خطر يدقها حقوقيون لهول ما قد يحدث من جرائم على الطريق يكون السلاح المنفلت فيها صاحب الكلمة الأعلى نهيك عن أسباب وإن كانت مبررات كالنزوح العشائري والفقر والبطالة إلا أن سيادة القانون أمر غائب عند كثيرين وحينها يندم الفاعلون وقت لا ينفع الندم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة